فاق المواطن الامريكي لجواز سفره يأتي احتجاجا على سياسات امريكا وقوانينها التي وصفها بانها عنصرية ورفضها للعدالة الدولية وقد قدم كينيث نيكولس اختارا رسميا الى القنصلية الامريكية بحقه في تقرير المصير والتنازل عن الجنسية الامريكية ليصبح مواطنا بدون جنسية وكان نيكولس يسعى منذ وصوله الى هولندا الحصول على حق اللجوء السياسي بدون جدوى اجلنا نظر الى افراسات القنصل الامريكية الذي تسلم طلب نيكولس تكلف بابلاغه بان القانون الامريكي لا يسمح بسقوط الجنسية عن المواطنين الأمريكيين وبالتالي رفض القنصلية تسجيل طلبه كينيث نيكولس الذي كان يشغل في السابق منصبا في قوات المشات الأمريكية اغتنم هذه الفرصة أيضا لرفع دعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لاستخدامها اليورانيوم المستنفذ خلال حرب الخليج مع العلم المطلق بأن ذلك يؤدي إلى أمراض ومواليد مشواهين والموت مع تأكيده على تقديم وثائق وشهادات تثبت هذه التهم رفع صحيح صحيح شكرا